يوم سوف نتعرف على طريقة كيفية حال مشكلة تطبيق سناب شاط نقوم بالضغط هنا على ضبط الاعدادات وبعدها سوف نقوم بالضغط هنا على تطبيقات من ثم سوف نقوم بنزول الاسفل والضغط هنا على سناب شاط خاص بكم من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على ايقاف الاجباري بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على المكان التخزين بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على المسح التخزين مؤقت وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة ولا تنسوا الضغط على اشتراك